في تقريري لشهر مارس 2016 رسد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تراجعاً تفيفاً في عدد التحركات الاحتجاجية ومحاولات الانتحار مقارنة بشهر فيفري والتي بلغت 550 احتجاجاً اجتماعياً للمطالبة بالتشغيل و43 حالات ومحاولة انتحار بالنسبة للمارس مقارنة بشهر فيفري هناك تراجع مهم في عدد الانتحار وحالات الانتحار سجلنا 43 حالة مقابل 70 في شهر مارس لكن حالات انتحار الأطفال قد بقي مرتفعة 7 في شهر مارس و7 في شهر فيفري تراجع في شهر مارس لحالات الانتحار الممسرحة كشكل من اشكال احتجاجي ايضاً هذا ما شفناش نقص ومع تواصل الاحتجاجات الاجتماعية دعا المنتدى الاقتصاد التونسي كل منظمات المجتمع المدني إلى التحرك السلمي للضغط على الحكومة لإيجاد حلول جذرية للأسف هذا التعاطي قد يدفع إلى مزيد من الاحتقال اليوم احنا عنا مسئولية حقوقية ومسئولية اخلاقية ومسئولية تجاه الناس الضمية اللي عندهم اليوم اكثر من شهرين ملوحين في اعتصامات حتى ادنى التفاول سوف ندعونيات هذا الاسبوع كل منظمات المجتمع المدني لتحمل مسئولياتها تجاه الاداء هذا تجاه الصمت هذا وبالتالي كل الاشكال بالنسبة لنا في اطار القانون والاشكال السلمية منها النزول إلى الشارع من مخرجات الحوار الوطني للتشغيل اقرار اجراءات عاجلة اجراءات وصفها المنتدى الاقتصادي والاجتماعي بالقديمة الجديدة التي سبق الاعلان عنها في مناسبات فارطة ولم تحل ازمة البطارة والتشغيل التي زادت من حدة الاحتجاجات الاجتماعية في كل مرة ما نهتديوش للحلول الحقيقية لمعالش ازمة التشغيل لانه دائما الحوار يوقع في اطار الاختيارات القائمة في اطار منوال التنمية القائمة واحنا نعتبر ان ازمة التشغيل هي نتاج لفشل منوال التنمية القائمة والاختيارات التي تدعمها والتي يقوم على اساسها احتجاجات اجتماعية مطالبة بالتشغيل ما تزال قائمة إلى اليوم في ذل غياب منوال تنموي بديل يكون قادرا على فتح افاق تنموية حقيقية ويجنب البلاد التداين الخارجي حسب مراقبين هي بيدها اللي شفنها في شهر جانبي هوا عندكم الراحة الكيمفول